عملية استباقية شنها الجيش الإسرائيلي باغت فيها خطة لحزب الله اللبناني الذي أراد استهداف مراكز استخبارية في تلعبيب ذلك هو البيان الإسرائيلي بعد هجوم الفجر الذي شنه بمئة طائرة خربية على مواقع منصات إطلاق الصواريخ لكن حزب الله وفي رواية مختلفة اعتبر أنه أنجز المرحلة الأولى من الهجوم على إسرائيل باستهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلا لعبور مسيرات هجومية باتجاه هدفها المنشود ردا على اغتيال قياديها فؤاد شكر التضارب في الروايات وتحديدا ما قالت إسرائيل أنها أحبطت جزءا كبيرا من الهجوم رافقه تخوف من امتلاك حزب الله ترسانة عسكرية ضخمة يدعم هذا التصريح ما جاء في كتاب حقائق العالم الصادر عن المخابرات المركزية الأمريكية حول وجود ما يصل إلى 150 ألف صاروخ وقذيفة يمتلك الحزب تستطيع ضرب جميع مناطق إسرائيل وصواريخ غير موجهة وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات والسفن وقذائف دقيقة كل هذا وفي حسابات التصعيد العسكري الذي بات ينذر بحرب واسعة بين الطرفين تكتفي إسرائيل بالرد عليه على أنها منعت بعمليتها الاستباقية استهداف قاعدة 8200 إلا أن طيفا آخر في لبنان يأخذ الهاجمات من الحزب على إسرائيل بمثال سخرية الحرب التي ذهبت إلى النشر لقطات لاستهداف صاروخي لمزارع دجاج سخرية تبث امتعاضا كبيرا من أن عمليات حزب الله والرد الإسرائيلي الأكثر عنفا عليها لن يؤدي إلا إلى خسارات في صفوف المدنيين اللبنانيين وتكرار سيناريو الحرب الذي وضح في تهديد إسرائيل باستعداد قوي للدفاع والهجوم فيما يتخذ التصعيد الجديد خطوط القلق الإقليمي والدولي من انفلات زمام الأمور إلى حرب تعمق الفوضى في المنطقة اشتركوا في القناة